بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق ان تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الحجاج عن جرير ابن حازم ومبارك ابن فضاله عن الحسن وابي بكر عن الحسن وقتابه قال علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه أمة أمة وبهذا الاسناد عن الحسن وقتابه في قوله تعالى إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلمني فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الضحاك عن ابن عباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم صادقين أن بني آذر يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأوير ابن عباس ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أمنا فنحن نشبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفك الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم والتقديش فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونه فأنتم بما هو غير موجود من الأمير الكائن التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفظ بن غياف عن حجاج عن ابن أبي مليك عن ابن عباس سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء ثم قال قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناها فما سبحان الله فقال له علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال قال وحدثنا أبي حدثنا فبير بن نظر بن عدي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل أنت ميكاين أنت إسرافين حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب وقال مجاهد في قول الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء ولي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليه السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وكما قال إخبارا عن الهده بأنه قال لسليمان ألا يسبب لله الذي يخذ الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعملون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقيل في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرناه فروا الضحاك عن ابن عباس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال أعلم السر كما أعلم العالمية يعني ما كتم إبنيس في نفسه من الكبر والاعتزاز وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية فهذا الذي أبدو وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبنيس في نفسه من الكبر وكذلك قال سعيد بن زبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختار ذلك ابن جرير وقال أبو العالية للربيع ابن أنس والحسن وقتابته هو قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فكان الذي أبدوه وقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكان الذي كتل بينهم قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم فعرفوا أن الله فضل عليهم آدمة العلم والكرم قال ابن جرير حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قصة الملائكة وآدم فقال الله من الملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم أني إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها هذا عندي قد علمت فكذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصين ومن يطيعني قال وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة للناس أجمعين قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروا قال فلما رأوا ما أعطى الله من العلم أقر له بالفضل وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قيل ابن عباس وهي أن معنى قيله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غير السمايات والأرض ما تذورونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عيدي سرائركم وعليتكم والنبي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها والنبي كانوا يكتمون ما كان من طيّا عليه ابنيس من الخلاف على الله في أوامله والتكبر عن طاعته قال وصح ذلك وكما تقول العرب قتل الجيش وهزموا وإنما قتل الواحد أو البعض وغزم الواحد أو البعض فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحضرات ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تمين قال وكذلك قولت وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم إن تم بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسذوب لآدم وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجن فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وكان اسمه الحارث وكان خازنا من حزان الجنة قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت قال وخلق الإنسان من تي فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا قال قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجند فقتلهم إبليس ومنعه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجباد فلما فعل إبليس ذلك اغطر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم فاطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه فقال الله تعالى للملائكة الذين كانوا معه إني جاعل في الأرض خليفة فقالت الملائكة جيبينه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفك في الدماء وإنما بعثتنا عليهم لذلك فقال الله تعالى إني أعلن ما لا تعلمون يقول إني قد اطلعت على قلب إبليس على ما لم تتلع عليه من كبره واغتراره قال ثم أمر بتربة آدم فرفعت فخلق الله آدم من طين لازب واللازب اللازج الطيب من حمأ مسنون يمتن وإنما كان حمأ مسننا بعد التراب فخلق منه آدم بيده قال فنكف أربعين ليلة جسدا ملقا وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصود فهو قول الله تعالى من سلصال كالفخار يقوم كالشيء المنفرج الذي ليس بمصنة قال ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه ثم يقول لست شيئا للسلصلة ولشيء ما خلقت ولئن سلط عليك لأهلكنك ولئن سلط علي لأعصي يمك قال فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودمه فلما انتهت النفخة إلى سرته نبر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر فهو قول الله تعالى وخلق الإنسان عجولا قال ذجرا لا صبر له على سراء ولا ذراء قال فلما تمت النفخة في جسده عتس فقال الحمد لله رب العالمين بإلهان الله فقال الله له يرحمك الله يا آدم قال ثم قال تعالى من ملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار فقال لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سما وأقوى خلقا خلقتني من نار وخلقته من طين يقول إن النار أقوى من الطين قال فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي آيسه من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته ثم علم آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسه وضح وجبل وحمر وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء أي يقول أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة قال فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره تبنا إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا كبريا منذ من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يقول أخبرهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيتها الملائكة خاصة إني أعلم غير السماوات والأرض ولا يعلم غيري وأعلم ما تبدون يقول ما تظهرون وما كنتم تكتمون يقول أعلم السر كما أعلم العالمية يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروا به تفسير مشهور وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما أحد استوى على العرش فجعل فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال له الجن وإنما سم الجن لأنه حزان الجنة وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك فقال الله لي ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فقال ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني من شأن إبليس فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشيني فرجع ولم يأخذ وقال يا رب إنها عادت بك فأعثتها فبعث من كائيل فعاذت منه فعاذها فرجع فقال كما قال جبريل فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال يا أنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض والأخلط ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج ولم يأخذ من آدم مختلفين فصعد به فصعد به فضل التراب حتى عاد طيما لازبا والنازب هو الذي يلتزق بعضه لبعض ثم قال للملائكة إني خالق بشرا موتين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فخلقه الله بيدني لألا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت به الملائكة ففزعه لما رأوه فكان أشدهم فزعا منه إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة فذلك حين يقول من صلصال كالفخار ويقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه فخرج من دبري وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لإن سلطت عليه لأهلكن فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من الروح فاسجدوا له فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأس بعطس فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال فقال له الله يرحمك الله فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما دخل الروح إلى جيفه اشتهت طعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنس أبا أن يكون مع الساجدين أبا واستكبر وكان من الكافرين قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي قال أنا خير من لم أكن لأسجد لدشر خلقته من تي قال الله له اخرج منها فما يكون لك يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين والصغار هو الظل قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها فهذا الذي أبدأ وأعلم ما تكتمون يعني ما أصر إبنيس في نفسه من الكبر فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السد ويقع فيه إسرائيليات كثيرة فلعل بعضها مدرز ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم والحاكم يروي فيه استدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط البخاري والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسن لأفعالهم فلهذا دخل في الخطاب لهم وذن في مخالفة الأمر وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازين وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهابا وأكثرهم عمنا فذلك دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمون جنا وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره بنحوه وقال ابن أبي حات حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين يعني يعلى ابن نسلم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازين وكان من أشراف الملائكة من ذو الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعد وقال سني عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا وكان له سلطان على الأرض وهكذا والضحاك وغيره عن ابن عباس سواء وقال صالح النولة التوأمة عن ابن عباس إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن وكان إبليس منهم وكان يوسوس ما بين السماء والأرض فعصى فمسخه الله سيطان الرجيم رواه ابن جرير وقال قتادة عن سعيد ابن موسيق كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا وقال ابن جريج حدثنا محمد بن بشار حدثنا عدي ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل أصل الإنس وهذا إسناد صحيح عن الحسن وهكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم سواء وقال شهر ابن حوشب كان إبليس من الجن الذين طربته بالملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء رواه ابن جريج وقال سليد ابن داود حدثنا هشيب أنبأنا عبد الرحمن ابن يحيى عموس ابن الميل وعثمان ابن سعيد ابن كامل عن سعد ابن مسعود قال كانت الملائكة تقاتل الجن كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن وقال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان البزار حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان ابنيس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد من الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا صارح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار وقال أبو جعفا رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بع وقال محمد بن كعب القرضي اتدأ الله خلق إبليس من الكفر والضلالة وعمل لعمل الملائكة فصيره الله إلى ما أبدى عليه خلقه على الكفر قال الله تعالى وكان من الكافرين وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكة وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال لا لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ورجحه الرازي وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدنوك الشمس وفي هذا التنظير نظر والأظهر أن القول الأول أولى والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للإنحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال وقال قتابه في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناريا وهذا طيلي وكان بدء الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام قلت وقد ثبت في الصحيح لا يتخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس قال بعض المعربين وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين بسبب انتناعه كما قال فكان من المغرقين وقال فتكون من الظالمين وقال الشاعر بتيهاء قفر والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بوضها أي قد صارت وقال ابن فورك تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين ورجعه القرطبي وذكرها هنا مسألة فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه من من ليس بنبي كرامات وخوارق العادات فليس ذلك إلا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه ثم استدم على ما قال بأن لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافى له بالإيمان وهو لا يقطع بنفسه لذلك يعني والوالي الذي يقطع له بذلك الأمر من فضلك تابع بقية المادة قلت وقد استذل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وبما كان يصدر عنه أنه كان يمنأ الطريق إذا غضل حتى ضربه عبد الله بن عمر وبما تثبت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تنطر فتمطر والأرض أن تنبت فتمب وتتبعه كنوز الأرض مثل العاسين وأن يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام بملائكة السماوات والأرض وقد رجحك كلا من القولين طائفة وظاهر الآية الكريمة العموم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فهذه أربعة أوجه أوجه مقوية للعموم والله أعلم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شؤتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم أنه أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس وأنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا وروا الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان قال نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا يعني عيانا فقال أسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض فالأكثرون على الأول وحكى القرطبي عن المعتزلة والقذرية القول بأنها في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبنيس أقبل على آدم وعلمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحمة وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبيلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكذا منها رغبا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السبي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن نسعود وعن ناس من الصحابة أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضنعه فسألها ما أنت قالت امرأة قال ولما خلقت قالت لتسكن إليه قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قالوا ولما حواء قال إنها خلقت من شيء حي قال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة فهو إخبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلت في هذه الشجرة ما هي قال السدي عن من حدثه عن ابن عباس الشجرة التي يهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس قال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي نالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم وتزعم يهود أنها الحنطة وقال ابن جبير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة الحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا أبو النظر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي يهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة وقال عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهان بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هي السنبلة وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر وقال ابن جريغ وحدثنا المثنى ابن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم حدثني رجل من بني تمين أن ابن عباس كتب إلى أبو الجل يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجل سألتني عن الشجرة التي يهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتون وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوف وأبو مالك ومحارب بن دفار وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر وألين من الزب وأحلى من العسل وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي نالك ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال التينة وبه قال قتادته ابن جريج وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مهران قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصورها متشعب بعضها من بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جريل رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل فناؤه نها آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة بون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يبع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهر لم يضره جهله به والله أعلم وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهي الصواب وقوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم فأزالهما أي فنحاهما ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتابه فأزلهم أي من كبر الزلل فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهم الشيطان عنها أي بسببها كما قال تعالى يؤفق عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مقفوك ولياذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهميء والراحة يقول نهدتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقول القيامة ثم تقول القيامة وقد ذكر المفقصرون من السلفك السدي بأسانيده وأبي العالية ووهد بن منبه وغيرهم هاهنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف ترى من دخول إبليس إلى الجنة وسوسته وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراض فهناك القصة أبسط منها هاهنا والله الموثل وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتابة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدى منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة تنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع وخمسين ومئتين حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتابة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنود يا آدم أفرارا مني قال بل حياء مني قال يا آدم خرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك من الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين هذا حديث غريب وفيه انتطاع بل إعضال بين قتابة وأبي بن كعب رضي الله عنهما وقال الحاكم حدثنا أبو بكر ابن باكويت عن محمد ابن أحمد ابن النظر عن معاوية ابن عمر عن زائدة عن عمار ابن أبي معاوية البجني عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على سرط الشيخين ولم يخرجاه وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومئة سنة من أيام الجنة وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإثمين من ورق الشجر وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها وقال عمران بن حوينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اهبط آدم بدحنا أرض الهند وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بن هند وحواء بجدة وإبليس بدست نيسان من البصرة على أميان وأهبطت الحية بأصبهان رواه بن أبي حاتم وقال محمد بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار ابن الحارث حدثنا محمد بن سعيد ابن سابق حدثنا عمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة وقال رجاء بن سلم أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه متأطئا رأسه وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء وقال عبد الرزاق قال نعمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي نوسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صمعة كل شيء وزوده من ثنار الجنة فثناركم هذه من ثنار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم انطلعت فيه الشمس يوم يوم الزمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم والنسائي وقال الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر يا ناظرا يرمو بعين راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد قال ابن القيم ولكننا سبل العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم قال الرازي عن فتح المصري أنه قال كنا قيما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها فإن كي فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجنهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا يمانا فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية وأجاب الجنهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرمة فأما على وجه السرقة والإهانة فلا ينتنى ولهذا قال بعضهم كما جاءت التوراة أنه دخل في فن الحية إلى الجنة وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء ذكرها الزنخشري وغيره وقد أورب القرطبي هاهنا أحاديثة الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولي هذا عم جاهد وسعير بن جبير وأب العالية والربيع بن أنس والحسن وقتابة ومحمد بن كعب القرب وخالد بن معدان وعطاء الخراسان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو إسحاق السبيع عن رجل من بني تمين قال أتيت بن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه قال علنا شأن الحج وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء اتبعته من قبل نفسي قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفر لي قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك قيل له بلى ونفخت في من روحك قيل له بلى وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غببك قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا قيل له بلى قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة قال نعم وهكذا رياه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه ورواه الحاكم في مستدرته من حديث بن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهكذا فصاه السدي وعطية العوفي وقد روا ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة قال نعم فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت قال الله إذن أدخلك الجنة فهي الكلمات ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي أنه يتوب على من كان أي أنه يتوب على من تاب إليه وأناد كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التيدة عن عباده وقوله ومن يعمل سوءا أو يضل النفس الآية وقوله ومن تاب وعمل صالحا وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم قل نهدف منها جميعا فإنا يأتينكم من هدى فمن تبع هداية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية إنه سينجر الكتب ويبعث الأمبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأمبياء والرسل والبينات والبيان وقال مقاتل ابن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحسن الهدى القرآن وهذا للقولان صحيحان وقول أبو العالية أعم فمن اتبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخر ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طاها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنا يأتينكم من هدى فمن اتبع هداية لا يضل ولا يشقى قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص وقد أورد ابن جرير هاهنا حديثا ساقه من طريقي عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نظرة المنذر ابن مالك ابن فطعة عن أبي سعيد واسنه سعد بن مالك ابن سنان القدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيى ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم فأماتتهم إناتة حتى إذا صاروا فحما أذي في الشفاعة وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به وذكر هذا الإهباط وهذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يبنى الكريم افعل كذا يبنى الشجاع بارز الأبطال يبنى العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإسرائيل يا يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالس حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشك قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يا يعقوب قالوا اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله المشهد وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أنفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني في زمانهم وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكلمة أو سعير بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلاء عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أنف بعهدكم قال بعهد الذي أخذت في أعناقكم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه وضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم وقال الحسن البصري هو قوله تعالى ولقد أخذ الله من ثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتميهم وأقرطتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو العالية وأوفوا بعهده قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه وقال الضحاك عن ابن عباس أوفوا بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع ابن أنس وقوله تعالى وإيايا فارهبون أي فخشوا قاله أبو العالية والسدي والربيع ابن أنس وقتاده وقال ابن عباس في قوله تعالى وإيايا فارهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقنات التي قد عرفتم من المسخ وغيره وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعنهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولاتعاض بالقرآن وزواجره وانتثار أوامره وتصديق أخباره والله يهدي من يشاء إلى صلاة مستقيم ولهذا قال وآمني بما أنزلت مصدقا لما معكم يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مجتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى وآمني بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول يا معشر أهل الكتاب آمني بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول لأنهم يجدون محمد صلى الله عليه وسلم وكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وعين عن مجاهد والربيع ابن أنس وقتابة نحو ذلك وقوله ولا تكونوا أول كافر به قال بعض المعربين أول فريق كافر به أو نحو ذلك قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمضعفه وكذا قال الحسن والسبي والربيع ابن أنس واختار ابن جرير أن الضمير في قيله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قيله بما أنزلت وكل القولين صحيح لأنهما متلازمان لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن وأما قيله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير وإننا المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مداشرة فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تعتادوا من عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانيا كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جادر عن هارون بن يزيد قال سؤل الحسن يعني البصري عن قيله تعالى ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها وقال ابن الهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتبوا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبو العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا وقيل معناه لا تعتادوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتنان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يكتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عربا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوي به حاله وعياله فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وذنهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة النبيغ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقوله في قصة مخطوبة زيشتكها بما معك من القرآن فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل السفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحبفت أن تطوق بقوس من نار فاقبل فتركه رواه أبو دايوب وروي مثله عن أبي بن كعب المرفوعة فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبدالبر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاد عن ثواب الله بذلك القوس فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث الوذيغ وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم وقوله وإيايا فاتقون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحوال عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ومعنى قوله وإيايا فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتنان الحق وإظهار خلافه ومخالفته من رسول سلوات الله وسلامه عليه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يقول تعالى ناهيا من يهود عما كان يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمينه به وكتنانهم الحق وإظهارهم الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فمهاهم عن الشيئين نعم وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وقال ابن عالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحو وقال قتابة ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية للإسلام وأنتم تعلمون أن نبينا الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله ورؤية عن الحسن البصري نحو ذلك وقال محمد بن إسحاق حدث لي محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم ورؤية عن أبي العالية نحو ذلك وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتموا الحق يعني محمد صلى الله عليه وسلم قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن قال الزمخشري وفي مصحف ابن سعود وتكتمون الحق أي في حال كتنانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه وأنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرع العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشروب بنوع من الحق لتروجوه عليهم والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يسلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونوا معهم ومنهم وقال علي بن طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص وقال وقيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قيله وآتوا الزكاة قال ما ينجب الزكاة قال لأتان فصائدا وقال مبارك بن فذالة عن الحسن في قيله تعالى وآتوا الزكاة قال فريدة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالسلام وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جميرا عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قيله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة وقد استبل كثير من العلماء بهذه الآية على وجود الجماعة وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد أتأمرون الناس بالدر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقنون يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالدر وهو جناع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تطلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقنون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبه من رقدتكم وتتبصر من عنايتكم وهذا كما قال عبد الرزاق عن نعمر عن قتابة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالدر وتنسون أنفسكم قال كان بني إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالدر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل وكذلك قال السبي وقال ابن ذريج أتأمرون الناس بالدر أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصيم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مصارعة وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تقلون الكتاب أفلا تعقلون أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقذون ميثاقي وتشحدون ما تعلمون من كتابي وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم وقال أبو جعفن بن جرير حدثني علي بن الحسن حدثنا أسلم الحرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوبا السختياني عن أبي قلابة في قيل الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسين أنفسكم وأنتم تكرون الكتاب قال أبو الضرباء رضي الله عنه لا يفقه الرضل كل الفقه حتى ينقط الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمره بالحق فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتقون الكتاب أفلا تعقلون والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا السميع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أميد فكل من الأمر بالمعروف وفعله ياجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل وينهى عن المنكر وإن اتكب قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منقر قال مالك وسبق من ذا الذي ليس فيه شيء قلت لكنه والحالة هذه مذنوم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصير فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجنه الكبير حدثنا أحمد بن المعلى الدمشق قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تمينة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نثل العالم الذي يعلم الناس الخير وما يعمل به كنثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه هذا حديث غريب من هذا الوجه حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في لسنده حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسر يبي على قيم تقرض شفاههم بمقاريب من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس للبر وينسين أنفسهم وهم يقرون الكتاب أفلا يعقلون ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن نوسى عن حماد بن سلمة به ورواه بن مردويل في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤذب والحجاج بن منهان كلاهما عن حماد بن سلمة به وكذا رواه يزيد بن هارين عن حماد بن سلمة به ثم قال بن مردويل حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم حدثنا موسى بن هارين حدثنا إسحاق بن ابراهيم التستري ببلخ حدثنا نكي بن ابراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمانة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسر يدي على أناس تقرب شفاههم وألسنتهم بمقاريب من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسين أنفسهم وأخرجه ابن حدان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا من حديثه شام الدستواء عن مغيرة يعني ابن حبيب ختم مالك ابن دينار عن مالك ابن دينار عن ثمانة عن أنس ابن مالك قال لما أرجى برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرد شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسين أنفسهم أفلا يعقلون حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا علاء بن عبيب حدثنا الأعمش عن أبي يائر قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلمي عثمانا فقال إنكم ترين أني لا أكلمه إلا اسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أكتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أعمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ورواب البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحو وقال أحمد حدثنا سيار ابن حاكم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة ليس من يعلم كمن لا يعلم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وروا ابن عساكرة ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أهل الجنة يقنعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار فلالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل ورواه ابن جرير الطبري عن أحمد ابن يحيى الخباز الرملي عن زهير ابن عباد الرواسي عن أبي ذكر الزاهير عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكر وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رذل فقال وابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أبلغت ذلك؟ قال أرجو قال إن لم تخشى أن تفتبح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل قال وما هم؟ قال قيله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسين أنفسكم؟ أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثالث قال قيله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر ناقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح أحكمت هذه الآية؟ قال لا قال فابدأ بنفسك رواه ابن مرضويه في تفسيره من فضلك تابع بقية المادة وقالت براني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا زيد بن حارث حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشد عن المسير بن رافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دع الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم النخي إني لأكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى أتأمرون الناس من بر وتنسون أنفسكم وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقلب إخبارا عن شعيد وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمين فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤمنون من خير الدنيا هذا الآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل ابن حيان في تفسير هذه الآية استعونوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد قال القرطبي قال القرطبي وغيره ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيو نصف الصبر وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأذاء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال ابن أبي حات حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن حمزة ابن إسماعيل حدثنا إسحاق ابن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال ورئي عن الحسن البصري نحو قول عمر وقال ابن المدارك عن ابن نهيعة عن مالك ابن دينان عن سعيد ابن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجمد لا يرى منه إلا الصبر وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعيني بالصبر والصلاة قال على مرباة الله واعلموا أنها من طاعة الله وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية وقال الإمام أحمد حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا يحيا ابن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة ابن عمار عن محمد ابن عبد الله الدؤلي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ورواه أبو داود عن محمد ابن عيسى عن يحيا ابن زكريا عن عكينة ابن عمار كما سيأتي وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكينة ابن عمار عن محمد ابن أبي عبيد ابن أبي قدامة عن عبد العزيز ابن عمار عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد ابن نصر المروز في كتاب الصلاة حدثنا سهل ابن عثمان العسكري حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال قال عكينة ابن عمار قال محمد ابن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مجتمل في شنة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى حدثنا عبد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة ابن وضرب سمع علي رضي الله عنه وقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح قال 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 ابن جرير ورئي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو من بتح على بطنه فقال له اشك درب ومعناه أي جعك بطنك قال نعم قال قم فصل فإن الصلاة شفاء قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام ينشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال سليد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله والدمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد واختاره المجري ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى ولا لا يلقاها ورس سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وينه عذاية كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقا هذه الوسية إلا الذين صبروا وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم وعلى كل تقدير فقومه تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد المؤمنين حقا وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين وقال مقاتل ابن حيان إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه وقال ابن جرير معنا الآية واستعين واستعين أيها الأحضار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من نخافته هكذا قال والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون هذا من تمام الكلام الذي قبله أي أن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أن يعلمون أنهم محصورون إليه يوم القيامة معروبون عليه وأنهم إليه راجعون أي أميرهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعده فلهذا لما أيقلوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسمي يقين ظن وملاق والشك ظن نظير تسميتهم الظلمة سدفة والدياء سدفة والمغيث صارخة والمستغيث صارخة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وذده كما قال دريد ابن الصمة فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراتهم في الفارسي المسرد يعني بذلك تيقنوا بألف مدجج يأتيكم وقال عمير بن طارق فإن يعبروا قوم وأقعد فيكم وأجعل مني الذن غيبا مرجمة يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجمة قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الذن في نعم اليقين أكثر من أن تحصر وفيما ذكرنا لمن يفق لفهمه كفاية ومنه قوم الله تعالى ورأى المجرمون النارة ظنوا أنهم مواقعوها ثم قال ابن جريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وظنوا وحدثني مثلنا حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود الجبري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل ظن في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه قال الذن ها هنا يقين قال ابن أبي حاتم ولي عن مجاهد والسد والربيع بن أنس وقتاب نحو قول أبي العالية وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق الحسابية يقول علمت وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل للإبل وأذرك ترأس وترتع فيقول بلى فيقول الله تعالى أذرنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى لسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نذكرهم تعالى بسالف نعم على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال 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 أبو جعفر الراز عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطي من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما ورؤي عن مجاه والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم يا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وفي المسانيد والسمن عن نعاوية ابن حيدة القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفض على سائر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقا حكاه الرازي وفيه نظر وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاجتماع أمتهم على الأنبياء منهم حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولذ آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه يتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال بكل منهم يومئذ شأن يغنيه وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فهذا أبلغ المقامات أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميد وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتذا به وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم من نار هي مولاكم الآية فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافروا الله ويوم القيامة على ما هم علي فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذيجاه ولا يقبل منهم فداء وليد ملء الأرض ذهب كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال لا بيع فيه ولا خلال قال سني حدثني حجاد حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس ولا يأخذ منها عدل قال بدل والبدل الفدية وقال السد أما عدل فيعدلها من العد يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قيله ولا يقبل منها عدل يعني فداء قال ابن أبي حاتم ورؤي عن أبي نالك والحسن وسعيد بن جبير وقتاد والربيع بن أنس نحو ذلك وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمين عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال والصرف والعدل التتوع والفريض وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان ابن أبي العاتك عن عمير ابن هانك وهذا القول غريب ها هنا والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية وقد ورد حديث مقويه وهو ما قال ابن جرير حدث من نجيح ابن هارون حدث نا علي ابن حكيم حدث نا حميد ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر ابن قيس الملاء عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله ما العدل قال العدل الفدية وقوله تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصوهم وينقذهم من عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذوجاه ولا يقبل منهم فداء هذا كله من جانب التلطف ولا هم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال فما له من قوة ولا ناصر أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ ولا يخلص منه أحد ولا يجير منه أحد كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وفاقه أحد وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقال فليلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية وقال الضحاق عن ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون ما لكم اليوم لا تمانعون منا هيهاتا ليس ذلك لكم اليوم قال ابن جرير وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية بطلت هنالك المحاباه وابنحلت الرشاء والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم للجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفاعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤونون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يقول تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أي خلستكم منه وأنقفتكم من أيديهم سحبة نوسى عليه السلام وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويوردونكم سوء العذاب وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هانت رأى نارا خرجت من بيت النقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طاها إن شاء الله تعالى فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وعرذلها وهاهما فسر العذاب بذبح الأبناء وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى وبه الثقة والمعونة والتأييد ومع ما يسومونكم يومونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها قال عمر بن كالثوم إذا من ملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب ثم فسله بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم فراسب أن يقول هناك يسوم لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فعطف عليه الذبح ليذل على تعدد النعم والأياد على بني إسرائيل وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليك وغيرهم كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا وكسرا لمن ملك الفرس وتبع لمن ملك اليمن كافرا والنجاش لمن ملك الحبشة وبطل الموس لمن ملك الهند ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن نوسى عليه السلام الوليد ابن مصعب ابن الريان وقيل مصعب ابن الريان فكان من سلالة عمليق ابن الاود ابن ارم ابن سان ابن نوح وكنيته ابو مرة واصله فارسي من استغر وايما كان فعليه لعنة الله وقوله تعالى وفي ذلك مبلاء من ربكم عظيم قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من انجائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل كرعون بلاء لكم من ربكم عظيم اي نعمة عظيمة عليكم في ذلك وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمة وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة وكذا قال قال فيه بسم الله تعالى وإذ شعورة ستمائة وقال أين أمو ربك يا موسى فوالله ما كذبت ولا كذبت فعل ذلك ثلاث مرات ثم ألحى الله إلى موسى لنضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم يقول مثل الجبل ثم صار موسى ومن معه واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال وأغرقنا آد فرعون وأنتم تنظرون وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موجه وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشورا كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وصلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشورا فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نج الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بنوسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصلم ورأى ورأى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختيالي به نحو ما تقدم وقال أبو يعلى الموصل حدثنا أبو الربيع حدثنا سمام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلق الله البحر لبن إسرائيل والمعاشوراء وهذا ضعيف من هذا الوج فإن زيد العمي فيه بعف وشيخه يزيد الرقاش أضعف منه وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمين ثم عفينا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت أربعين يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإن جائهم من البحر وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو وهو ما يفرق بين الحق والباقي والهدى والذلالة لعلكم تهتدون وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وقيل لواي زائدة والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر وقدمت الأديم لراهشيه فأنفى قولها كذبا ومين وقال الآخر ألا حبذ هند وأرض بها هند وهمد أتى من دونها النأي والبعد فالكذب هو المين والنأي هو البعد وقال عن كرة حييت من تلم تقاد معهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل قال الحسن البصري رحمه الله في قومه تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال الله تعالى ولما سقط في أيديه ورأوا أنهم قد ذلوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا الآية قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن عنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم قلت وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جهنهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيرا وقد رأى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد ابن هارون عن الأصبغ ابن زيد الوراق عن القاسر ابن أبي أيوب عن سعيد ابن جبير ابن عباس قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتل بالسيف ولا يبال من قتل في ذلك الموت فتاب أولئك الذين كانوا خفي على نوسى وهارون ما اطلع الله على ذنيبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمر به فغفر الله للقاتل والمقتول وهذا قطعة من حديث الفتول وسيأتي في سورة طاها بكماله إن شاء الله وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عوية قال 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 أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال موسى لقومه توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال أمر نوسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم قال وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعقفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ذنة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الذنة عنه وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة وقال ابن جرير أخبر من قاسر ابن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قال قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحمي رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن سبعين ألف قتيل وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألي وموسى بثوبه ورؤ عن علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال قتاده أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقنته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة وقال الحسن البصري أصالتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك وقال السدي في قوله فاقتلوا أنفسكم قال فاشتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيور فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كفر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم سبعون ألف وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وقال الزهري لما أمرت بني إسرائيل بقتل أنفسها درزوا ومعهم موسى فاتربوا بالسيوف وكتاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا فكر بعضهم قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا وأخذوا بعض بيه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح وحزن موسى وبنوا إسرائيل للذي كان من القتل فيهم فأوحى الله جل فناءه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبيلت توبته فسر بذلك موسى وبني إسرائيل رواه بن جرير بإسناد جيد عنه وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليمن خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذتهم السائقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم قال فبلغني أنهم قالوا لموسى يصبروا لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأثنية وأصلت عليه من قوم السيور فجعلوا يقتلونهم فهش موسى فبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيور وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكانوا سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية فاخترتوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين قال وبعث عليهم دبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعدهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري قال ويتنادون فيها رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه قال فقتله سهداء وتيب على أحيائهم ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى مر الله جهرة فأخذتكم الساعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يقول يقول تعالى يذكر نعمتي عليكم في بعث لكم بعد السعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم كما قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال علانية وكذا قال ابراهيم ابن طهمان عن عباد ابن إسحاق عن أبو الحلير عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية أي حتى نرى الله وقال قتاد هو الربيع ابن أنس حتى نرى الله جهرة أي عيانا وقال أبو جعفر عن الربيع ابن أنس هم السبعون الذين اختارهم نوسى فساروا معه قال فسمعوا كلاما فقال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فسمعوا سوتا فسعقوا يقول ماتوا وقال مريان ابن حكم فيما خطب به على منبر نكة الصاعقة صيحة من السماء وقال السدي في قوله فأخذتكم الصاعقة الصاعقة نار وقال عروة ابن وين في قوله وأنتم تنظرون قال صاعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصاعق هؤلاء وقال السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا فقام فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فأوحى الله إلى نوسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلة ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيان قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد نوتكم لعلكم تشكرون وقال الربيع ابن أنس كان نوتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد النوت ليستغفوا آجالهم وكذا قال قتاب وقال ابن جريد حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما رجع نوسى إلى قيمه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وذراه في اليم اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير وقال أنتلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وتهروا ثيابكم فخرج بهم إلى طول سيناء لنيقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا لقاء الله قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا فقال أفعل فلما ذنى موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغش الجبل كل وذنى موسى فدخل فيه وقال للقوم ابنه وكان موسى إذا كلره الله وقع على جبتي نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب وذنى القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه فسمعوه وهو يكلم نوسى يأمره وينهى افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن نوسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لن نوسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذته الرجفة وهي الساعقة فماتوا جميعا وقال وقال موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي وشئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفنوا أفتهلك من يرائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم سبعين رجلا من خير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فمنذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا إنا هدنا إليك فلن يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويقضب إليه حتى رب إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم هذا سياق محمد بن إسحاق وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بن إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بن إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موسى فاختار موسى سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذر يساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بن إسرائيل في قوله وإذ قلتم يا نوسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر والمراد السبعون المختارين منهم ولم يحكي كثيرا من المفسرين سلاه وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنه بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلبون الله شيئا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء فدعى بذلك فأجاب الله دعوته وهذا غريب جدا إذ لا يعرف في زمان نوسى نبي سيا هارون ثم ينشع ابنون وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن نوسى الكريم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في تفسير هذه الآية قال ومن نوسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه فقالوا من يأخذه بقولك أنت لا والله حتى نرى الله جهره حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره قال فجاءت غبة من الله فجاءتهم ساعقة بعد التوبة فسعقتهم فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فقال لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لا فقال أي شيء أصابكم فقال أصابنا أننا موتنا ثم أحيينا قال حذوا كتاب الله قالوا لا فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا وقد حكى الماوردي في ذلك خولي أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق والثاني أنهم مكلفون لأن يخلو عاقل من تكليف قال القرطبي وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفضيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارف العادات وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح والله أعلم لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمام وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي واريها ويسترها وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام قال ابن أبي حاتم وروا عن ابن عمر والربيع ابن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس وقال الحسن وقتابه وظللنا عليكم الغمام كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس وقال ابن جرير قال آخرون وهو غمام أبرد من هذا وأطيب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبن عن ابن أبي نجيح عن مجاه وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب وهو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم وهكذا رواه بن جرير عن المثن بن إبراهيم عن أبي حذيفة وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرة كما قال سليد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس وظللنا عليكم الغمام قال غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر قال ابن عباس وكان معه في التيل وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغضون إليه فيأكلون منه ما شاء وقال مجاهد المن صمه وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ وقال السدي قالوا يا نوسى كيف لنا بما هاهنا أين الطعام فأنزل الله عليه من من فكان يسقط على شجرة الزنجبيل وقال قتابه كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بيابا من اللبن وأحلى من العسر يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه يوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء وهذا كله في البريه وقال الربيع بن أنس أن من شراب كان ينزل عليهم مثل العسر فينزجونه بالماء ثم يشربون وقال وهب بن منبه وسئل عن المن فقال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقا وقال أبو جعفر بن جريب حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزء من سبعين جزء من المن وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل ووقع في شعر أمية بن أبو الصلت حيث قال فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مفنور فسماها عليه الغاديات ويرى مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مزمورا فالناطف هو السائل والحليب المزمور الصافي منه والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب والظاهر والله أعلم أنه كل من تم الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد من فضلك تابع بقية المادة فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة وإن نزج مع الماء صار شرابا طيبا وإن ركد مع غيره صار نوعا آخر ولكن ليس هو المراد من الآية وحده والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكمأة من المن وماءها شفاء للعين وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيين عن عبد الملك وهو ابن عمير به وأخرزه الجماعة في كتبهم إلا أباً داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به وقال الترمذي حسن صحيح هو رواه البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمر بن حريث به وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السطر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماءها شفاء للعين تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمر وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردليه في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة فقال حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري حدثنا أسلم بن سه حدثنا القاسم بن عيسى حدثنا تلحة بن عبد الرحمن عن قتابة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعيد وهذا حديث غريب من هذا الوجه وتلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكن بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدد قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روي عن قتابة أشياء لا يتابع عليها ثم قال الترميدي حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاد بن هشام حدثنا أبي عن قتابة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء من العين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السنة وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غنبر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به وعن محمد بن بشار عن عبد أعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط وروا النسائي أيضا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد عن نطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه النسائي في الوليلة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعير بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غلم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة وبعضهم يقول جدري الأرض فقال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ورئي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد حدثنا أصباط أصباط بن محمد حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم وقال النسائي في الولينة أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ثم رواه أيضا ابن ماجة من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به وقد رواه عن النسائية من حديث جرير وابن ماجة من حديث سعيد بن أبي سلم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعيد ورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش كابن ماجة وقال ابن مردويه أيضا حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا عباس الدوري حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهان بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخضري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمآت فقال الكمآة من المن وماءها شفاء للعين وأخرجه النسائي عن عمر بن منصور عن الحسن بن الربيع به ثم ابن مردويه رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن نوسى عن شيبان عن الأعمش به وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن نوسى وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا حمدون بن أحمد حدثنا جويرة بن أشرس حدثنا حماذ عن شعيد بن حبحاب عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجرة التي اشتثت من فوق الأرض ما نها من قرار فقال بعضهم نحسبه الكمأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماذ بن سلمة وقد روا الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم ورواه عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الولينة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكماء من المن وماءها شفاء للعين فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشة ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم فإن فإن الأساميد إليه جيدة وهي لا يتعمد الكذب وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من الرواية سعيد بن زيد رضي الله عنه وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن بن عباس السلوى طائر يشبه بالسماني كانوا يأكلون منه وقال السدي في خبره ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة السلوى طائر يشبه السماني وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا قره بن خالد عن جهض عن ابن عباس قال السلوى هو السماني وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع ابن أنس رحمهم الله تعالى وعن عكرمة أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك وقال قتاده السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنود وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عباده لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه يومي وقال وقال أخذ وهب وهب من وقال سنوى كان يأتيهم فيأخذون منهم سبت إلى سبت وفي رواية عن وهب قال سألت بني إسرائيل موسى عليه السلام لحما فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في العرض فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السنوى وهو السمان مثل نين في نين فيد رمح في السماء فخبأوا من الغد فنتنا اللحم وخنز الخبز وقال السدي لما دخل بني إسرائيل التي قالوا لنوسى عليه السلام كيف لنا بما ها هنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل والسلوى وهو طائر يشبه السمان أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب فأمر نوسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا فشرب كل سبت من عين فقالوا هذا الشراب فأين الذهن فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فأين النباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب فذلك قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وقالوا وإن استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وروي عن وهب بن منبه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن قال ابن جريج فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا قال ابن عطية السلوى طير بإجناع المفسرين وقد غلط الهذل في قوله إنه العسن وأنشد في ذلك مستشهدا وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها قال فظن أن للسلوى عسن قال القرطبي دعوى الإجناع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء النغة والتفسير قال إنه العسل واستدم ببيت الهذل هذا وذكر أنه كذلك في نغة كنانة لأنه يسلى به ومنه عين سلوان وقال الجوهري السلوى العسل واستشهد ببيت الهذلي أيضا والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو واسم ذلك الماء السلوان وقال بعضهم السلوان دياء يشفي الحزين فيسلو والأطداء يسمونه مفرج قالوا والسلوى جمع بلفظ واحد أيضا كما يقال سماني للمفرد والجمع وويلا كذلك وقال الخليل واحده سلواه وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض السلوات من بلل القطر وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوة نقله كله القرطبي وقوله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم أم أمر إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كنوا من رزق ربكم واشكروا له فخالفوا وكفوا فظلموا أنفسهم فظلموا أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاه فدع الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قبل الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميرات لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتابة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد وقد قال الله تعالى حاكيا عن نوسى يا قوم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات وقال آخرون هي أريحاء ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها نصر حكاه الرازي في تفسيره والصحيح الأول أنها بيت المقدس وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشى ابنون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والظلام قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى ودخول الباب سجدا أي ركع وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهان بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ودخول الباب سجدا قال ركعا من باب صغير رواه الحاكم من حديث سفيان به ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثير به وزاد فدخلوا من قبل أستاههم وقال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي وحكى عن بعضهم أن المرادها هنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة وقال ابن عباس ومجاهد والسد وقتابه والضحاك هو باب الحطة من باب إلياء بيت المقدس وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنا بالباب جهة من جهات القبلة وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل له يدخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنع رؤوسهم أي رافع رؤوسهم خلاف ما أمروا وقوله تعالى وقولوا حطة قال الثير عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا ورؤي عن عطاء والحسن وقتابه والربيع ابن أنس نحوه وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر هذا الأمر حق كما قيل لكم وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله وقال الأوزاع كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالذنب وقال الحسن وقتابه أيحتق عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات وحاصلوا الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر وفسره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه ولا منافات بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعى إليه ونعى إليه روحه الكريمة أيضا ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى إن عثونه لينس مورك رحله شكرا لله على ذلك ثم لما دخل البلد اغتسل وصل ثماني ركعات وذلك ضحى فقال بعضهم هذه صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للإيمان وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمانية ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرع صلى فيه ثمانية ركعات والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال البخاري حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يسحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعر ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيم ابن إبراهيم عن عبد الرحمن به موقوفا وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى حطة قال فبدلوا وقالوا حبة وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همان ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا الباب يسحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعره وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن يص ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد الرحمن بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به وقال الترمذي حسن صحيح وقال محمد بن إسحاق كان تبديدهم كما حدث من صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعن من لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يسحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعير وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهد حدثنا هشام بن سعر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بنثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية وقال لها ذات الحمض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم قطاياكم وقال سفيان الثير عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكمين عن ابن مسعود وقولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كفير وقال أصباط عن السد عن مرة عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطى سمعاث أزبه مزبى فهي بالعربية حبة خلطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حمطة فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وهكذا رؤي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتابة والربيع ابن أنس ويحيى بن رافع وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يسحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافع رؤوسهم وأمروا أن يقولوا حطة أي احتط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا وفقالوا حمطة في شعيرا وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسكهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتابه أنه العذاب وقال أبو العالية الرجز الغضب وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد وقال سعيد بن جبير هو الطاعون وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن السفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن إبراهيم بن سع يعني ابن أبي وقاس عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب ابن أبي ثابت إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث قال ابن جريب أخبرني يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكبر وسالم بن أبي النظر عن عامر بن سعد بنحوه وإن استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من سنتي عشرة عينا لكل ست من أصباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنة عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون وأعلم كل سط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول وهذا كتعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل وقال عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنة عشرة عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصى وقال قتابه كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه وقال الزمخشري وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصى وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد أيضرب الشيء الذي يقال له الحجر وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصى لعلهم يقرون والله أعلم وقال يحيى ابن النظر قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبت الرجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنة عشرة عينا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبته إلى تلك العين وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بني إسرائيل في التيث شق لهم من الحجر أنهارا وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال ذلك في التيث ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنة عشرة عينا من ماء لكل سبت منهم عين يشربون منها وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير غائب لأن الله تعالى يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم وأخبر هناك بقوله فانبجست منه اثنة عشرة عينا وهو أول الانفجار وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجارها هنا وذاك هناك والله أعلم وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدتوا مصرا فإن لكم ما سألتم يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا ضبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك من أطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم قال الحسن البصري فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد فالبقول والقفاء والعدس والبصل كلها معروفة وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن سعود وثومها بالثاء وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبيل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمر بن رافع حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس الثوم قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عافور شر وعافور شر وأثافي وأثاثي وأثائي وأثافي وأثائي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء ثاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب قراءة حدثني نافع ابن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها ما فومها قال الحنطة قال ابن عباس أما سمعت قول أحيح بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسلم الجهني حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قول الله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بنسان بن هاشم وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها وقال هشين عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة وهو قول اكرمة والسدي والحسن البصري وقتابة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم وقال الجوهري الفوم الحنطة وقال ابن دريد الفوم السنبلة وحكى القرطبي عن عطاء وقتابة أن الفوم كل حب يختبز قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية ومنه يقال لبائعه ثامي مغير عن فومي قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيق على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيب والطعام الهميء الطيب النافع وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون نصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد ابن المرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السد وقتادة والربيع ابن أنس نحو ذلك وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف ثم روي عن أبي العالية والربيع ابن أنس أنهما فسرى ذلك بمصر فرعون وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أمصر من الأمصار وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم ولما كان سؤالهم هذا من باب البطل والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم وبردت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقول تعالى وبردت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وأنزلوا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستذلين من وجدهم مستذلهم وأهانهم وبرد عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون قال قال الضحاك عن ابن عباس وضيبت عليهم الذلة والمسكنة قالهم أصحاب القدالات يعني الجزية وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضيبت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة قال الذل وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتشبيهم الجزية وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة وقال عطية العوف الخراج وقال الضحاك الجزية وقوله تعالى وباء بغضب من الله قال الضحاك استحق الغضب من الله وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله وقال سعيد بن جبيل وباء بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا وقال ابن جريل يعني بقوله وباء بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوء وبواء ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثم وإثم يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني فمعنى الكلام إذا رجعوا منصرفين متحملين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم فلا كفر أعظم من هذا إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمر بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال 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 ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوة ولا عن كذا ولا عن كذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك ابن مرارة الرهاوي فأدركته من آخي حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي فقال لا ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر أو قال سفها الحق وغمط الناس يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم ولهذا لما ارتكب بن اسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياء أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا قال أبو داوود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال كان كانت بن إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثة مئة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما بيّن تعالى حال من خال فأوامره وارتتب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وعطاع فإن له جزاء من حسنة وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمر ابن عمر العدوي حدثنا سفيان عن ابن أبي مجيح عن مجاهد قال قال سلمان رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية وقال السدي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارس بيناء ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا قال ابن أبي حاتم ورؤ عن سعيد بن جبير نحو هذا قل وهذا لا ينافي ما روى علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاه فاليهود أتباء موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانه واليهود واليهود الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض وقيل لمسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوه وقال أبو عمر بن العلا لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة قاله القتادة وابن جريج ويلي عن ابن عباس أيضا والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة ورسولا إلى بقية المادة جمع نصران كنشاوى جمع نشوان وسكارا جمع سكران ويقال للمرأة نصرانة قال الشاعر نصرانة نصرانة لم تحنفي فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آذم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه نهى وزجر لهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية وأما الصابئون فقد اختلف فيهم فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وكذا رواه ابن أبي مجيح عنه ورواه عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاق وإسحاق بن واهوي الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم وقال هشريم عن مطرف كنا عند الحكم بن عطبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس فقال الحكم ألم أخبركم بذلك وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن الحسن قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال فأراد أن يضع عنهم الجزية قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة وقال أبو جعفل الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتابة وقال بن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم من نايل العراق وهم بكيثا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصولون من كل سنة ثلاثين يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة المصر يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله قال قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنور يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي مجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النذوم وأنها فاعلة ولهذا أفتى أبو سعيد الاستخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تكبير أمر هذا العالم إليها قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم مدفلا لقولهم وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على ففرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والموافق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال كما قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم قذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فالطور فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاق والربيع ابن أنس وغير واحد وهذا ظاهر وفي ريالة عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا وقال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فتشفه عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك وذلك قول الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أو بطاعة وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه وقال قتاده خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانسنيتم ونقطتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقبكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظون السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على استياد الحيتام في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكفرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك نسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الضح إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون القصة بكمالها وقال السد أهل هذه القرية هم أهل أيلة وكذا قال قتاله وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة وقوم وقومه تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيف حدثنا شبن عن ابن أبي نجيح عن نجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمال يحمل أسفار ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيف وعن محمد ابن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به وهذا سند جيد عن مجاهد وقوم غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره قال الله تعالى قل هل أربئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرضة والخنازير وعبد الضاغوت الآية وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس فقلنا وقلنا لهم كون قردة خاسئين فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخة صاروا خنازير وقال شيبان نحو عن قتاد فقلنا لهم كون قردة خاسئين فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء وقال عطاء من خراسان مودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين فجعل الذين نهرهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤوسهم أي بلى وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن نصيصية حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال إنما كان الذين اعتدوا في السفت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نصر وقال الضحاك عن ابن عباس فمسخهم الله قردة بنعصيتهم يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام فقال ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها في كتابه فمسخ 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 هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبو العالية في قوله كونوا قردة الخاسئين قال يعني أذلة صاغرين ولي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي نامك نحو وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحسين عن عكرمة قال قال ابن عباس إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا نزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غير وكانوا في قرية بين أيله والطور يقال لها رديا فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها وكانوا إذا كان وي السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب السبت ذهبن فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم السبت أتين سرا حتى إذا ذهب السبت ذهب فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له يتدا في الساحل فأوفقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذ أي إني لم أخذه في يوم السبت فانطلق به فأكل حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد من إخذ ذلك ووجد الناس ريح الحيتان فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثلوا على صنيع ذلك الرجل قال ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله ونهيهم عما كانوا يصنعون فقالت طائفة الأخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا لم تأذون قيما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم بسختنا أعمالهم ولعلهم يتقون قال ابن عباس فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنبيتهم ومساجدهم فقد الناس فلم يريهم قال فقال بعضهم لبعض إن للناس شأنا فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم فأصبحوا فيها قربة وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرب والمرأة بعينها وإنها لقربة والصبي بعينه وإنه لقرب قال قال ابن عباس فليلا ما ذكر الله أنه نج الذين نهر عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الظحر الآية وروا الضحاك عن ابن عباس نحو من هذا وقال السدي في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قربة خاسئين قال هم أهل ألبة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا لم يبقى في البحر خوت إلا خرج حتى يخرجن خراطينهن من الماء فإذا كان يوم الأحد نزلنا سفل البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت فذلك قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفو الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة فيريد الحوت أن يخرج فلا يتيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذ فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائح فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصفادون يوم السبت وهو لا يحل لكم فقالوا إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه فقال الفقهاء لا ولكن لكم صدتموه لوم فتحتم له الماء فدخل قال وغلبوا أن ينتهوا فقال بعض الذين نهوهم لبعض لم تأعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يقول لم تأعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطوعوكم فقال بعضهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما أبوا قال المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السفت بابا ولعنهم داوود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائق فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض فذلك قول الله تعالى فلما عتوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم الآية فهم القربة قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا سوريا بل الصحيح أنه معنوي سوري والله تعالى أعلم وقوله تعالى فجعلناها مكالا قال بعضهم الضمير في فجعلناها عائد على القربة وقيل على الحيتاب وقيل على العقوبة وقيل على القرية حكاها ابن جرير والصحيح أن الضمير عائد على القرية أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعود فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وقوله تعالى لما بين يديها وما خلفها أي من القرى قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ومنه قوله تعالى أولا يروا أن نأت الأرض منقصها من أطرافها الآية على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى وكذا قال سعيد بن جبير لما بين يديها وما خلفها قال من بحذرتها من الناس يومئذ وري عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوف فجعلناها نكالا لما بين يديها قال ما قبلها من الماضين في شأن السبت وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم وكان هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهم وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى كما قاله ابن عباس وسعيد ابن جبير والله أعلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية فجعلناها مكالا لما بين يديها وما خلفها أي عقوبة لما خلى من ذنوبهم وقال ابن أبي حاتم وعي عن عكرمة ومجاهد والسد والفراء وابن عطية لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب وحكى الرازي ثلاثة أقوال أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المقدمة ومن بعدها والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما استكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده وهو قيم الحسن قلت وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآية وقال تعالى أَفَلَا يَرَونَ أَمَّا نَأْتِ الْأَرْضَ مَنْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا فَجَعَلَهُمْ عِبْرَةً وَنَكَارًا لِمَنْ فِي زَمَانِهِمْ وَمَوْعِذَةً لِمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَلِهَذَا قَال وَمَوْعِذَا لِلْمُتَّقِينَ وقوله تعالى وَمَوْعِذَا لِلْمُتَّقِينَ قال محمد بن إسحاق عن داوود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة وقال الحسن وقتاده وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها وقال السدي وعطية العوف وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والمكان في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل فليحذر المتقون سميعهم لألا يصيبهم ما أصابهم كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلامة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأبن الحيل وهذا إسناد جيد وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير فإذ قال نيسى لقيمه إن الله وأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يقول تعالى يذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ومسه على من قتله منهم ذكروا بسط القصة قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمان قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثة فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال ذوي الرأي منهم والنهي على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم فأتي موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبح بقرة قالوا أتتخذنا هذية قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال فلي لم يعترضوا لأجزأت عنهم أبنى بقرة ولكن لهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا لابن أخيه ثم مالا ميتا فلم يعطى من ماله شيئا فلم يورث قاتل بعد ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم ورواه عبد بن حميد في تفسيره أنبأنا يزيد بن هارون به ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هسام بن حسان به وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان ردل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان يارثه فقتله ليارثه ثم ألقاه على مجمع الطريق وأتى نيوسى عليه السلام فقال له إن قريب قتل وأتى إلى أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبيني من قتله غيرك يا نبي الله قال فنادى نوسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا فلم يكن عندهم علم فأقبل القاتل على نوسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فسلنا ربك أن يبين لنا فسأل ربه فأوحى الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فعجب من ذلك فقالوا أتتخذنا هذية قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فان يعني لا هرم ولا بكر يعني ولا صغير عوام بين ذلك أي نصف بين البكر والهرم قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة سفراء فاقع لينها أي صاف لينها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنول أي لم يذللها العمل تثير الأرض ولا تسف الحرف يعني وليست بذنول تثير الأرض ولا تسف الحرف يعني ولا تعمل في الحرف مسلمة يعني مسلمة من العمود لا شيئة فيها يقول لا بواب فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ولينا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم فلما علمت أنه لا يسكوا لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن فأتي موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلان وأنها سألت أضعاف ثمنها فقال موسى إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا يشتريها فذبحوها فأمرهم موسى عليه السلام أن يأقذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه ريخه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله وقال محمد بن جريد حدثني محمد بن سعيد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله في شأن البقرة وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد نوسى عليه السلام كان مكثرا من المال وكان بن أخيه فقراء لا مال لهم وكان الشيخ لا ولد له وكان بن أخيه ورفته فقالوا ليت عمنا قد مات فورفنا ماله وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها بيته وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين كيسما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غربت الديا وأنهم لما سوّل لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها فلما أصبح أهل المدينة جاء بن أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم فوالله لتغرمن لنا دية عمنا قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام فلما أتوا قال بن أخي الشيخ عمنا يجدناه مقتولا على باب مدينته وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا وإن جبرائيل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتدربوه ببعضها وقال السدي وإذ قال موسى لقيمه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل مكفرا من المال فكانت له ابنه وكان له ابن أخي المحتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عني ولأخذن ماله ولأنكحن ابنته ولأكلن نبيته فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أصبات بني إسرائيل فقال يا عمي انتلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القيم لعني أن أصيب منها فإنهم إذا رأوك معي أعطيني فخرج العم مع الفتى ليلا فلما بلغ الشيخ ذلك السبتة قتله الفتى ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاءت أنه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السبت مجتمعين عليه فإذا هو بذلك السبت مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عني فأدوا إلي يديته فجعل يبكي ويحفو التراب على رأسه وينادي يا عماه فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية فقالوا له يا رسول الله ادعي لنا ربه حتى يبين لنا من صاحبه فيأخذ صاحب القضية فيالله إن نبيته علينا لهينا ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقى قالوا نسألك عن القتيل وعن من قتله لتقول الذبحوا بقرة أتهزأ بنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ابن عباس فلي اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكن شددوا يتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم فقالوا ادعي لنا ربك يبين لنا ما ليه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوانه بين ذلك والفارد الهرم التي لا تند والبكر التي لم تند إلا ولدا واحدا والعواني المصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها ففعلوا ما تؤمرين قال ادعي لنا ربك يبين لنا ما ليلها قال إنه يقول إنها بقرة سفراء فاقع ليلها قال نقي ليلها تصر الناظرين قال تعجب الناظرين قال ادعي لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمستدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض فولا تسطي الحرف مسلمة لا شيئة فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة قال الآن جئت بالحق فتلبوها فلم يقدروا عليها وكان رجل في بني اسرائيل من أبر الناس بأبيه وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألفا قال الآخر ألقظ أباك وهو لك بستين ألفا فجعل التاجر يحب له حتى بلغ ثلاثين ألفا وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا وأبى أن يوقظ أباه فعوّبه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة فمرت به بني إسرائيل يكلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى فأعطيه ثلثين فأبى فزادوه حتى بلغوا عشرا فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك فانتلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى أعطهم بقرتك فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي فقال سبق وقال للقيم أرجو صاحبكم فأعطوه يزنها ذهبا فأبى فأضعفوه له حتى أعطيه يزنها عشر مرات ذهبا فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها قال اضربوه ببعضها فذربوه بالبدعة التي بين الكتفين فعاش فسأليه من قتلك فقال لهم ابن أخي قال أقتله أقتله فآخذ ما له وأنكح ابنك فأخذ العلامة فقتلوه وقال سنين حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد ابن كعب القربي ومحمد ابن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا إن ستا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزنوا شرور الناس فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف فإذا لم ير شيئا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى ينسوا قال وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث ولم يكن له وارث غير أخي فطال عليه حياته فقتله ليرف ثم حمله فوضعه على باب المدينة ثم كمل في مكان هو وأصحابه قال فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب فلما رأى القتيل رد الباب فناداه أخ المقتول وأصحابه هيهاك قتلتموه ثم تردون الباب وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهران القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة القتال حتى نبس الفريقان السلاح ثم كف بعضهم عن بعض فأتوا موسى فذكروا له شأنه قالوا يا موسى إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم رد الباب قال أهل المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهذه السياقات عن عبيدة وأب العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب دني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم قال ادعي لنا ربك يبين لنا ما هو قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال ادعي لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع الليل ها تسر الناظرين قال ادعي لنا ربك يبين لنا ما هو إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون من كثير الأرض ولا تسكي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم ولهذا لما بيقوا على أنفسهم بيق الله عليه ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموكع عنهم كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادعي لنا ربك يبين لنا ما هو أين هذه البقرة وأي شيء صفتها قال ابن جريب حدثنا أبو كريب حدثنا هشام ابن علي عن الأعمش عن المنهار ابن عمر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة لكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم إسنادوا صحيح وقد رواه غير واحد عن ابن عباس وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأب العالية وغير واحد وقال ابن جريب قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة لكتفهم قال ابن جريب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحر كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوف وعطاء الخراسان ووهد بن منبث والضحاك والحسن وقتاذة وقاله ابن عباس أيضا وقال الضحاك عن ابن عباس عوان بين ذلك يكون نصف بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون ويوهي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراسان والضحاك نحو ذلك وقال السبي العوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها وقال هسيم عن جويبر عن كثير ابن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية وقال ابن ذريج عن عطاء عن ابن عباس من لبس نعلا سفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها وذلك قوله تعالى تصر الناظرين وكذا قال مجاهد ووهد بن منبث كانت سفراء وعن ابن عمر كانت سفراء الظلف وعن سعيد بن جبير كانت سفراء القرن والظلف وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قيله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد وهذا غريب والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها وقال عطية العوف فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها وقال سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافية اللون ورؤي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة نحوه وقال شريك عن مأمر عن ابن عمر فاقع لونها قال صافي وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وقال وهب بن منبه إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في التعريب أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد والله أعلم وقوله تعالى إن البقرة شابه علينا أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا وإنا إن شاء الله إذا بيّنتها لنا لمهتدون إليها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأود الصوفي حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد حدثنا سرور بن المغير الواسطي ابن أخي منصور ابن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغير عن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعتربوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنه ولكن شددوا فشدد الله عليه وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم قال قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسك الحر أي إنها ليست مذلمة بالحراسة ولا معدة للسق في السانية بل هي مكرمة حسنة صديحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شيئة فيها أو ليس فيها لون غير لونها وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتابة مسلمة يقول لا عيب فيها وكذا قال أبو العالية والربيع وقال مجاهد مسلمة من الشيئ وقال عطاء الخراسان مسلمة القوائن والخلق لا شيئة فيها قال مجاهد لا بياب ولا ثوان وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتابة ليس فيها بياب وقال عطاء القراسان لا شيئة فيها قال لونها واحد بهين وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك وقال السدي لا شيئة فيها من بياب ولا سواد ولا حمرة وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال تثير الأرض أن يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسكي الحرف وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسكي الحرف كبر قرره القرطبي وغيره قالوا الآن جئت بالحق قال قتاده الآن بينت لنا وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وقيل ذلك والله جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال البحاك عن ابن عباس كادوا أن ما يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجودة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد وفي هذا ذنم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعمل فلهذا ما كادوا يذبحونها وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها وفي هذا نظر لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسد ورواه العوفي عن ابن عباس وقال عبيدة هو مجاهد ووهب ابن منبت وأبو العالية وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم أنه اشتريها بمال كثير وفيه اختلاف ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك وقال عبد الرزاق أنبأ ابن عوين أخبرني محمد بن سوق عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنامير وهذا إثناد جيد عن عكرمة والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا وقال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللسبيح وفي هذا نظر بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفير من فضلك تابع بقية المادة مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وعبد الرحمن ابن سمرة وغيرهم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم وقال عطاء الخراسان والضحاك اختصمتم فيها وقال ابن جريج وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال قال بعضهم أنتم قتلتموه وقال آخرون بل أنتم قتلتموه وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم والله مخرج ما كنتم تكتمون قال مجاهد ما تغيبون وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرة ابن أسلم البصري حدثنا محمد ابن الطفيل العبد حدثنا صدقة ابن رستم سمعت المسيب ابن راطع يقول ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها هذا البعض أي شيء كان أي شيء كان من أعضاء هذه البخرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم ديانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله ولهذا قال ابن أبي حاتب حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل ضلبوها أربعين سنة حتى يجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجب قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانية فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها فقام تشحب أوداجه دمى فقالوا له من قتلك قال قتلني فلان وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه ضرب ببعضها وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلل غبروف وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال 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 أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها قال معمر قال قتاد ضربوه بلحم فخذها فعاش فقال قتلني فلان وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا المضرب بن عربي عن عكرمة فقل نضربوه ببعضها فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان قال ابن أبي حات وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك وقال السدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن أخي وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتلة ثم عاد ميتا كما كان وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض آرابها وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحييه ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة موابع ثم بعثناكم من بعد موتكم وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربع ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد سيرورتها رميما كما قال أبو داويل الطيالس حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضر قال بلى قال كذلك النشور أو قال كذلك يخي الله الموتى وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلوا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون مسألة استذل لماذهر الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة لأن القتيل لما حي سئل عن من قتل فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكر اليهودية فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ووالله بغافل عما تعملون يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا ولهذا نهى الله المؤمنين عن مكد حالهم فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط فقيل له من قتل قال بنو أخي قتلوني ثم قبض فقال بنو أخيه حين قبضه الله يا الله ما قتلناه فكذبوا بالحق بعد أن رأوه فقال الله ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك يعني أبناء أخي الشيخ فهي كالحجارة أو أشد قسوة فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لليمها أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية ومنها ما يشقق فيخرز منه الماء وإن لم يكن جارية ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون وقال أبو علي للجيان في تفسيره وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من السحاب قال القاب الباقلان وهذا تأويل بئي وتبعه في استبعاده الراجل وهو كما قال فإن هذا خروض عن اللفظ بلا دليل والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحكم بن هشام الثقف حدثني يحيى ابن أبي طالب يعني ويحيى ابن يعقوب في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قال كثرة البكاء وإن منها لما يشكق فيخرج منه الماء قال قليل البكاء وإن منها لما يهبط من خشية الله قال بكاء القلب من غير دموع العين وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز وهو إسناد الخسوع إلى الحجارة كما أسندت الإرابة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض قال الراجي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية وقال والنجم والشجر يسبدان أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ بلاله الآية قالت أتينا طائعين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسنى أو ابن سيرين وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر إنها للإبهان بالنسبة إلى المخاطر كقول القائل أكلت خبزا أو ثمرا وهو يعلم أيهما أكل وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم تنبيه اختلف علماء العربية في نعنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك فقال بعضهم أوها هنا بنعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى ولا تتع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا وكما قال النابغة الذبياني قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقه تريد ونصفه قاله ابن جرير وقال جرير ابن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدر وقال آخرون أوها هنا بنعنى بل فتقديره فهي كالحجارة للأشد قسوة وكقوله إذا فريق منهم يخشين الناس كخشية الله أو أشد خشية وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطة كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعداسا وحمزة والوصية فإن يك حبهم رشدا أصبه وليس بمخطئ إن كان غير وقال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبو الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد ولكنه أبهم على من خاطبه قال وقد ذكر عن أبو الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت فقال كلا والله ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقب نارا مع قوله أو كسيد من السماء وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع مع قوله أو كذلمات في بحر مجي الآية أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا لله أعلم وقال الحافظ أبو بكر بن مردويت حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أيد حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي السل حدثنا علي بن حفظ حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكفروا الكلام بغير ذكر الله فإن كفرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي السل صاحب الإمام أحمد به ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارف بن حاطب به وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم وروا البزار عن أنس مرفوعة أربع من الشقاء جميد العين وقساوة القلب وطول الأمد والحرث على الدنيا أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقليه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون يقول تعالى أفتتمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء فرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوا ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويل من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجمية ومع هذا يخالفونه على بصيره وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقبل النتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موابع قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يؤسهم منهم أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله يسمعون الثورات كلهم قد سمعها ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصائقة فيها وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنهما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل له فهم الذين عمى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقال السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال هي التوراة حرفوها وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاء وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق فإنه ليس يلزم من سماء كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكريم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي مبلغا إليه ولهذا قال قتادة في قوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ويعوه وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم وقال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعة محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن موابئه وقال السدي وهم يعلمون أي أنهم أذنبوا وقال ابن وهد قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المكتر برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكدون الكتاب أفلا تعقلون وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض الآية قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي إن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون وقال الدحاق عن ابن عباس يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا وقال السد هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكذا قال وكذا قال الربيع بن أنس وقتابه وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن فقالوا أساؤهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا وكفروا إذا رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وقرأ قول الله تعالى وقالت تائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه المهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا فيقولون بلى فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية وقال أبو العالية أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعة محمد صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قال كانوا يقولون سيكونوا نبي فخلى بعضهم ببعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من فضلك تابع بقية المادة اشتركوا في القناة